اشتركوا في القناة لفقهاء المسلمين قبل قتلهم على يد الإمام المهدي تأتي فترة تنقطع فيها التوبة لأن تلك الفترة كانت كافية لمعرفة الناس للحقيقة في التمهيد الذي يظهر قبل ظهور الإمام المهدي والأشياء التي يظهرها العلم من عدم قداسة مثلا فلسطين إلى التشكيك في مكان الكعبة إلى تحريض الناس على البحث عن الحقيقة وأثناء ذلك يكون قد علم المسلمون فقهاء المسلمون الحقيقة لكنهم أسروا أن يبقوا على ضلالهم وأن يضلوا الأمة ويمزقوها فرقا فرقا حتى في أحلك أيامها في هذه الحرب التي ستأتي على الأخضر واليابس في هذه الحرب سيظهر الإمام المهدي لم يبقى إلا القليل يقوم القائم هكذا يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في وتر من السنين تسعة واحد ثلاثة خمسة ونحن مقبلين على السنة الخامسة إن شاء الله وقال إذا اختلف بنو أمي وذهب ملكهم ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش كما ترون العمارات والأبراج في الخليج حتى يختلفوا فيما بينهم فإذا اختلفوا ذهب ملكهم كما ترون الاقتلاف بينها مثلا قطر والإمارات والسعودية واختلف أهل المشرق وأهل المغرب ترون أن الحرب تجري على أيدي العرب في السودان وجرت في الجزائر وجرت أيضا في ليبيا وفي تونس وكل ذلك من طرف فقهاء الردة فقهاء منات وأهل القبلة ويلقى الناس جهدا شديدا مما يمر بهم من الخوف فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي منادم من السنة فإذا نادى فالنفير النفير فوالله لك أني أنظر إليه بين الركن والمقام مسجد الأرض المقدسة المسجد الأقصى ومسجد السامرين وليس كما يدعون في مكة الركن والمقام هما مسجد المسجد الأرض المقدسة وفي الحديث أكد رسول الله أن الركن والمقام بين المشرق والمغرب أي في تونس يبايع الناس بأمر جديد على العرب شديد وسلطان جديد من السماء أما إنه لا يرد له راية أبدا العمام أول ما يقوم به يختص من رجال الدين لأنهم السبب في انحراف الأمة وتشتتها وتقاتلها فالمهدي يخرج على المسلمين سنة وشعة بعدما لا يبقى من الإسلام إلا إسمه لذلك قال الشيخ بن عربي عليه السلام لم له ملك يسدده من حيث له ملك يسدده أي المهدي له ملك يسدده من حيث لا يرى نفس الذي كان يجري لسيدنا سليمان ففهمناها سليمان له ملك يسدده من حيث لا يرى يحمل الكل ويقوي الضعيف في الحق ويقرع الضيب ويعين على نوائب الحق يفعل ما يقول ويقول ما يعلم ويعلم ما يشهد يفتح المؤمنين ويعمل ما يشهد الذي يشهد به يعمله يعمل به حتى أنه إذا اكتشف الأرض المقدسة ومكانها صلى إليها بخلاف كل المسلمين يفتح المدينة الرومية بالتكبير في سبعين ألفا من المسلمين من ولد إسحاق يشهد الملحمة العظمى مأدبة الله بما رجعك يبيض الظلم وأهله يقيم الدين ينفخ الروح في الإسلام يعز الإسلام به يصير الإسلام به عزيزا بعد ذله ويحييه بعد موته يضع الجزية ويدعو إلى الله بالسيف فمن أبا قتل ولماذا يضع الجزية يضع الجزية لأن هو بين مكان الأرض المقدسة فلا يبقى سببها الذي هو الذي فرضه الله على الذين لا يقدسون ما قدس الله أي أهل كتاب الذين يقدسون فلسطين وفي الحقيقة الأرض المقدسة في ترشيش تونس ومن نازعه خذل يظهر من الدين ما هو الدين عليه في نفسه ما لو كان رسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام لحكم فيه يرفع المذاهب من الأرض لا تبقى لا سنة ولا شعة فلا يبقى إلا الدين الخالص مسلمون هو سماكم المسلمين ولم يسمين سنة ولا شعة أعداءه مقلدة العلماء أي الفقهاء أهل الإجتهاد لما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهبت إليه أمتهم فيدخلون كرها تحت حكمه خوفا من سيفه وسطوته ورغبة فيما لديه يفرح به عامة المسلمين أكثر من خواصهم يبايعه العارفون بالله من أهل الحقائق عن شهود كشف بتعريف إلهي له رجال الهيون يقيمون دعوته وينصرونه هم الوزراء يحملون أفقال المملكة ويعينونه على مقلده الله جاء في أحاديث كثيرة أن الإمام المهدي سيقتل كل من يطلق عليهم باطلا علماء الدين وهذا الأمر صحيح إلا أن من يدعون الآن بهذا الأمر الآن بداع الحوزات الدينية الشيعية وغيرهم لن ينجوهم أيضا من ذلك الأمر لأن السبب الذي يقتل الإمام المهدي لأجله موجودا عندهم أيضا يعني لا مرجعيات شيعية ولا مرجعيات سنية في الزيتون أو في الأزهر جميعا لن يبقى أحد من هؤلاء لأنهم يعلمون الحقيقة أنهم يحجون حج الجاهلية يعلمون بشرك المسلمين ويبقونهم على ما هم عليه لم أرى أحد عرضا لتلك الأسباب لم يقدم أحدا الذين يتحدثون عن أن الإمام المهدي سيقتل فقهاء الإسلام لم يعرضوا الأسباب لأنهم أيضا يحملون تلك الأسباب التي لو كان رسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام بدل الإمام لقضى بها وإنه لما يدعو رسولا لقتل علماء أمة بأكملها فلا بد أن تكون تلك الأمة كافرة وتدعو إلى الشرك المستمر فما نهوا عن منكر ولا هدوا إلى الله لم ينهوا عن حج الجاهلية ولم يهدوا الناس إلى منتهى إسراء رسولهم لي يتبعوا رسولهم لأن الرسول في طريق الإسراء في القدس أرشليم دار السلام في القرآن وأمته في حج الجاهلية حول الكعبة وعلى المسلم أداء الأوجب من حق الله وهو أن لا تشرك به شيء لكونه يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك بهم ورد في حديث رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام أنه قال أتدرون ما حق الله على العباد أن تعبدوه ولا تشركون به شيئا وما حقهم على الله أن لا يعذبهم يعني أن لا تشرك بالله لا يعذبك الله ولقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل أعبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار نرى هذا المثال أمامنا في حال المسيحيين اليوم لا يعبدون الله في الهيكل أي العقصة الذي بارك الله حوله بمدينة سلوام والذي دخله المسيح ودرس فيه ونشأت فيه مريم العذرة عليها وأهلها الصلاة والسلام بل في كنيسة القيامة والتي يعرفون جميعا أنها ليست الهيكل بغض النظر عن قداسة فلسطين التي لم تذكر ولو مرة واحدة في الأناجيل الأربعة رغم ذلك ورغم هذا ورغم أن الرسول عليه عيسى رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام قال لهم يا بني إسرائيل أعبد الله ربي وربكم في هيكله الذي طارد منه الباعة اليهود وأكلته الغيرة عليه لأنه بيت ربه هؤلاء مشركون شركا صريحا لمخالفتهم تعاليم الإنجيل التي تفرض عبادة الله في الهيكل وأما اليهود فقد طالبوا وعد الآخرة في أرض الأعداء بابل والتي تسمى رجسة القراب القائمة حيث لا ينبغي ولذلك لا يؤدون شعائر الحج في فلسطين لأنهم يعلمون علم اليقين أن فلسطين ليست أرض مقدسة ومنهم من يلجأ لحاية المبكى وهؤلاء يصرحون بشركهم أمام الناس لأن عبادة الله لا تكون حتى في المجامع خارج الهيكل خارج المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله إذن الشرك هو عدم عبادة الله في الأرض المقدسة منتهى إسراء رسول الله يجب علينا أن نتبع رسولنا ولا أن نتبع قاتله الذين قتلوه بالصم ليملكوا بدله بالإسلام ويحرف الإسلام فلم يترك فيه شيء والبركة في أي مكان قدسه الله تعتبر زيارته مثابة للناس أي زيارته ثواب وبركة فالمبارك من الله وجبت زيارته للتبرك به ولذلك أخص الله العرض المقدسة بعبادة الله وفرض الخروج إليها من كل مكان كما جاء في القرآن عن قوم نوح وعاد وتمود وقوم صالح وقوم شعيب الشعياء النبي أهل مدين الجنوب التونسي وقوم موسى ومصر وقوم موسى من مصر وقوم محمد من مكة كما منع أن تشد الرحال عبادة إلا إلى الأقصى هجرة إلى الله من أي مكان ولذلك منع كل تجمع ديني بشعائر دينية تنسب لغير الله أو باسم الله خارج الأرض المقدسة ولا يوجد فقيه مسلم واحد لا يعرف أن المسلمين يؤدون نفس حج الجاهلية الذي كان يؤديه أهل الجاهلية قبل الإسلام وهذا العمر الذي سيحاسبهم الإمام المئ عليه إذن كيف تكون الأمة على تعود الأمة على عقابها لنفس حج الجاهلية وتدعي الإسلام بعد الإسلام بعد أن أصبحوا موحدين لا يعبدون إلا الله عادوا لنفس شعائر الجاهلية فحجوا إلى منات وقدين كيف يعمر الله بترك قدسه ويعمر الناس يقول لهم أعبدوا منات وأعبدوا قديد بدلي لأني أحبكم يا عرب وترون أنهم يدعون كلهم يدعون كلهم إلى نفس حج الجاهلية والذي نفته حتى ما يسمونها كذبا السنة إذ هتك رسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام كل حرمات حجهم في حجة ما يسمونها حجة الوداء أيام الشهر الحرام الذي فرض الله فيه حج يوم الغفران اليوم الغفران هو اليوم الذي يغفر الله لجميع زواره في مسجده الأقصى هو اليوم العاشر من شهر أكتوبر وهو يوم مخصص للصلاة والصيام فقط ويسمى يوم كيبور في اليهودية وفي الإسلام يوم الحج الأكبر والعيد الكبير هو اليوم المتمم لأيام التوبة العشرة أيام التوبة العشرة الذي جاءت في سورة التوبة والتوبة تستوجب الغفران وهو الفرصة الأخيرة للتوبة لليل الغفران فعمر رسول محمد عليه وآله الصلاة والسلام فأمر الرسول صلى الله عليه وآله الصلاة والسلام كل المسلمين أن يأتوا النساء في شعائر حج الجاهلية وعوصاهم بذلك إلى الأبد جاء في الحديث ترجمة نانسي قنقر